انطلق سيدي ولي العهد بحضور سيدي ولي العهد لعام 2018 بمشاركة 11 من الجياد المستوردة من مسافة 2000 متر بانطلاقة بوتنتيت هو اللي يتصدر السباق من البداية يلحق به ثانيا هناك ايضا فوران ايد مع الفارس جيرالد موسي والمركز الثالث ايمرالد مع ليو سالس بينما امريكان ارتس ياتينا رابعا ماستر بيفر في المركز الخامس والمركز السادس كينغ بوليد والمركز السابع ياتينا شوغان احد ابرز المرشحين والمركز الثامن هناك ايضا لدينا الجواد ليدباك روميو بالكاب الابيض مع اندريا اجزيني بينما فالديسول حتى الان في اخر الجياد هنا تغيرت الامور الان لمصلحة امريكان ارتس مع الفارس الايرلندي باتيس مولين والمركز الثانياتينا بوتنتيت مع الفارس عبدالله فيصل بينما فوران ايد في المركز الثالث وهناك ايضا محاولات من قبل ايضا كينغ بوليد الذي يشارك اول مشاركات في مملكة البحرين هنا ايضا فوران ايد هو اللي يتصدر السباق ايها المتابعون الكرام نار 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 الشوط من نار هنا الدخول في الخط المستقيم باتجاه خط النهاية الان ستمية متر ما تبقى من السباق الان فوران ايد هو اللي يتصدر السباق ايها المتابعون الكرام وهناك أيضا محاولات من قبل بوتنتيل وأستر بيفر ومن وسط الجياد أيضا هناك أيضا لدينا كين بوليت وأيضا هناك محاولات من قبل شوغان انطلق شوغان أيها المتابعون الكرام وهناك ثور كالستار وهناك أيضا ليد باك روميو إذن ثور كالستار أيها السيدات والسادة وهناك أيضا شوغان فرانك ديتوري فعلا أيها السيدات والسادة شوقا إذن عيسى بن سلمان إلى المنصة رقم واحد عيسى بن سلمان إلى المدرج رقم واحد فعلن أيها المتابعون الكرام شوقا مع فرانك دي توري تفنن يا شوقا فهذا الزمان زمانك ترجمة نانسي قنقر